يسعد مساكم صبايا بعاشر بتمنى تكونوا كلكم بخير يا رب اليوم راح نبلش بدرس اسماء الزمان والمكان اسماء الزمان والمكان مثل اسم الفعل ومفعول مثل صيغة صيغة المبالغة وصفة المشبهة واسم الألة من المشتقات من المشتقات التي بدأنا فيها هذا الفصل سنقوم إن شاء الله باسماء الزمان والمكان لماذا اسماء الزمان والمكان تحت العنوان نفسه لأن القاعدة واحدة لإسم الزمان والقاعدة واحدة لإسم المكان وإنما أي شخص يقرأ العنوان سيفهم أن الزمان هو ما دل على زمان وقوع الفعل والمكان ما دل على مكان وقوع الفعل ومن خلال الأمثلة سنستطيع إن شاء الله التفريق بينهما في البداية سنتحدث عن الفعل الثلاثي كما تعودنا فيصاغ اسماء الزمان والمكان من الفعل الثلاثي شكرا تبعون من الفعل الثلاثي لأنه في قاعدة لغير الثلاثي على وزنين أول وزن مفعل بفتح العين وثاني وزن مفعل بكسر العين واضح؟ إذن اسماء الزمان والمكان يصاغان من الفعل الثلاثي على وزنين هما مفعل بفتح العين ومفعل هناك قواعد تضبط هذين الوزنين رح نبدأ بوزن مفعل رح نبلش بوزن مفعل ماذا يصاغ اسم المكان والزمان آسفة على وزن مفعل؟ هناك خمس حالات أول حالة إذا كانت عين مضارع الفعل مضمومة يعني ماذا أقصد بعين مضارع الفعل؟ أول شيء كلنا نذكر الميزان الصرفي وطالبات يفهمون أو يفهمنا عندما أقول ميزان يعني فاعين؟ لا أنا أتحدث عن عين مضارع الفعل أقصد حرف العين بالوزن الصرفي وليس بالفعل نفسه وليس بالفعل نفسه وإنما بالوزن الصرفي خلالنا أخذ مثال حتى يكون موضوع واضح أكثر عندما أقول كتب هذا فعل بالماضي مضارعه يكتب ما وزن كتب؟ وزنه فعل ما وزن يكتب؟ وزنه يفعل ولا داعي للحديث الآن على الميزان الصرفي كيف كنا تعرفنا كيف يتم وزن الفعل؟ نأتي بالجذر اللغوي يعني نضع بمحاذات الجذر اللغوي أو الجذر اللغوي نعم الفاء والعين واللام الترتيب ثم نفرغها في الفعل أو في الكلمة المطلوب وزنها إذن يكتب وزن يفعل نلاحظ أن عين الفعل هنا جاءت ماذا؟ جاءت مضمومة جاءت مضمومة إذن لابد أن يكون اسم الزمان والمكان من الفعل كتب على وزن ماذا؟ مفعل إذن كتب مكتب عوزن مفعل إذن سأل سأل كيف عرفنا ما وزن مكتب أو كيف صغنا مكتب نقول كتب على وزن ماذا فعل قلنا حسب القاعد إذا كان عين مضارع مضمومة يجب أن يكون اسم الزمان والمكان عوزن مفعل ماذا يقابل الميم؟ لا يوجد ميم إذن ميم ماذا يقابل الفا؟ كاف ماذا يقابل العين؟ تا ماذا يقابل اللامبا؟ إذن مكتب إذن كتب مكتب سكن نفس الشيء يسكن مضارعه عوزن يفعل وجاءت العين هنا أيضا ماذا؟ مضمومة إذن تكون عوزن مفعل فمسكن بفتح ما قبل الآخر أو فتح العين لابد من وضع الحركة دخل يدخل مدخل أيضا مدخل على وزن مفعل على وزن مفعل إذن أول قاعدة إذا كان عين مضارع الفعل مضمومة مثل كتب يكتب أو سكن يسكن دخل يدخل فإسم الزمان والمكان منها على وزن مفعل نلاحظ أن مكتب هو يدل على المكان يدل على مكان المكان الذي وقع فيه أو الذي يكتب فيه ولكن قد تأتي في سياق ما على أنها اسم زمان سنشرح هذه القضية فيما بعد هذه الحالة الأولى التي يأتي عليها اسم الزمان والمكان على وزن مفعل أول حالة أن تكون عين المضارع مضمومة ثاني حالة أن تكون مفتوحة نفس الشيء لعبة يلعب نلاحظ أنه يلعب على وزن يفعل هنا عين الفعل مالها مفتوحة صنع يصنع على وزن يفعل نلاحظ أن عين الفعل هنا جاءت مفتوحة فيجب أن تكون أو أن يكون اسم الزمان والمكان منها على وزن مفعل فجاءت ملعب ومصنع ملعب على وزن مفعل ومصنع وزن مفعل وإن سأل السائل كيف عرفنا ملعب نقول أنها من لعبة لعبة على وزن فعل حكينا أن القادة يجب أن يكون ما مضارعه أو ما عين مضارعه مفتوحة على وزن مفعل ماذا يقابل الميم ماذا يقابل الفا لام ماذا يقابل العين عين ماذا يقابل اللام با إذن ملعب بفتح العين ولا شك أن ملعب يدل على مكان اللعب ومصنع يدل على المكان التي يتم فيه صناعة الأشياء من ملابس ربما من مواد غرائية إلى آخر واضح؟ إذن أول وزن وزن مفعل في حالتين إلى الآن إذا كان عين مضارع مضمومة أو مفتوحة مضمومة أو مفتوحة بقية من الحركات الكسرة ستكون في الوزن الآخر لكن دعونا نكمل الحالات الحالة الثالثة إذا كان الفعل معتلا أجوف نعرف أن الفعل من حيث الاعتلال والصحة قد يكون معتل وقد يكون صحيح معنا فعل معتل يعني فيه واحد واحدة من حروف العلة وهي الألف وبشكلها يعني أو الوا أو الياء هاي هي حروف العلة فالفعل الذي يحوي واحدة من هذه الحروف يكون فعلا معتلا معنا أجوف أن حرف العلة جاء في الجوف أي في الداخل أي في وسط الكلمة مثل الفعل لاذا والفعل قام هذا فعل أجوف فعل أجوف وكذلك الفعل قام فعل أجوف إذا كان الفعل لاذا أو قام إذا كان الفعل مهتلا أجوف يكون على وزن مفعل فنقول لاذا ملاذ قام مقام هنا لا تظهر حركة العين يعني كأن هناك حرف مد لا تظهر عليه الحركة وإن سأل سائل كيف سغن اسم المكان والزمان منه نقول لاذا عوزن فعل قلنا أنه قاعدته يجب أن يكون على وزن مفعل ماذا يقابل الميم ماذا يقابل الفاء اللام ماذا يقابل العين ألف ماذا يقابل اللام ذال وهنا يعني لابد من الإشارة أنني لا أعيد الألف إلى أصلها ولكن تبقى كما هي وكذلك الحال في النسبة إلى مقام يقولون في مصر مثلا مقام الزينب هذا مقام يعني هي ضريح هناك أو مكان يقومون بزيارته والتعبد فيه مقام فإسم مكان ملاذ والملجأ نقول الأم ملاذ ملاذ ابنها يعني هي المكان الملجأ الذي يلجأ إليه عند الحاجة هذه بالنسبة للحالة الثالثة نذهب إلى الحالة الرابعة إذن اللي حفظوا معي اللي مركزات معي أول حالة إذا كان عين المضارع مضمومة أو مفتوحة وإذا كان الفعل معتل أجواف رابع حالة إذا كان الفعل معتل ناقص معتل ناقص يعني إذا كان حرف العلة بالآخر مثل سعة جرى شفى رسى بشكل أيها يعني سواء كانت مقصورة أو ممدودة لا مشكلة هذا فعل معتل ناقص أيضا يكون وزنه عوزن مفعل فنقول مثلا سعة عوزن فعالة قلنا قاعدة الفعل المعتل الناقص على وزن مفعل بفتح العين مفعل ماذا يقابل الميم ميم ماذا يقابل الفا آسفة ماذا يقابل الفا سين ماذا يقابل العين عين وماذا يقابل اللام ألف إذا مسعى وكذلك الحال في جرى مجرى شفى مشفى وهو مكان الذي يستشفي به الناس رسى مرسى نقول يعني هذا مكان الذي ترسو فيه السفينة إذن هذه كلها كلمات مستخدمة في حياتنا اليومية تدل على مكان الفعل لا بد من وضع حركة الفتح على ما قبل الألف حتى يعني تكون واضحة الأمور وحتى يعني تنميز بينها بين مفعل ومفعل هاي بالنسبة للحالة الرابعة آخر حالة إذا كان الفعل صحيح ومضعف معنى صحيح وهو عكس الاعتلال لا يحوي حروف أو حرف فعلة ما في كل حروفه صحيحة كل حروفه صحيحة معنى مضعف يعني فيه شدة حرف شدة مضعف مكرر مثل ردة مثل مرة هذا فعل صحيح ونوعه من الصحيح مضعف ردة مرة عوزين برضو مفعل خلينا نشوف كيف صارت الردة على عوزين فاعلة اللي هي من رددة بحكي كيف صارت فاعلة من رددة حكينا إنه قاعدته إذا كان الفعل الثلاثي عندك صحيح مضعف ديكون عوزين مفعل ماذا يقابل الميم ماذا يقابل الفا را ماذا يقابل العين دال ماذا يقابل العين اللام دال لا أقول مردد لكن أدمج الدال دالين فتصبح مرد أقول إلى الله مردنا جميعا يعني مرجعنا إلى الله هذا مكان قر مقر نقول مقر الوزارة مقر الصحة إلى آخره بدلت على مكان إذن نعود من الأول من بداية يكون اسماء الزمان والمكان على وزن مفعل في خمس حالات طبعا من الفعل الثلاثي إذا كان عين مضارعها حكينا مضموم أو إذا كان عين مضارع مفتوح أو إذا كان الفعل أجواف أو ناقص أو صحيح مضعف انتهينا هنا من الجزء الأول من اسمي الزمان والمكان اللي هو صياغة اسمي الزمان والمكان على وزن مفعل إن شاء الله في فيديو آخر سأصور وزن مفعل ومن غير الثلاثي إلى اللقاء اشتركوا في القناة